وللمزيد من المتابعة مع الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري أحمد يعني بعد تحية لو تنقل لنا أبرز الاستعدادات لديك في فعليات النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي نعمرنا تحية لكم من هنا من مركز المؤتمرات بمدينة نصر هذا المؤتدى الذي يحظى باهتمام واسع من قبل الأوساط الرياضية والإعلامية منذ قليل عملت لقاء مع سيد بول مكرتي رئيس التنفيذي لرابطة الكتاب الكرة القدم البريطانية وأكد على مدى روعة هذا المنتدى الذي يقام هنا في القاهرة وأكد أننا بحاجة ماسة إلى مثل هذه الفعاليات الإعلامية والرياضية هذا المنتدى الذي يقام على مدار يومين اليوم وغدا نتحدث فيه عن ست ورش عمل وأربع جلسات كانت الجلسة الافتتاحية منذ قليل وانتهت منذ قليل حاضرة فيها عدد من النقب الرياضية والإعلامية بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة وكانت بعنوان تغيير قواعد اللعبة وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الإعلام الرياضي هناك أيضا عدد من ورش العمل والجلسات الآن تقام ورشة عمل عن وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الكبير والضخم على قواعد اللعبة الإعلامية والتأثير أيضا فيما يخص الإعلام الرياضي من بين أيضا الجلسات التي تقام على مدار اليوم وغدا وورش العمل نتحدث عن ورشة بعنوان تحمل المسئولية الشخصية وهي تتحدث عن المعيير المتوقعة من الصحفيين والعملين في المجال الرياضي الإعلامي وكيف يمكنهم الحفاظ على نزهاتهم مشير أيضا في هذه النقطة إلى أن هناك عدد كبير من الصحفيين الرياضيين والمكتمين بأشأن الإعلامي الرياضي الذين يحضرون هذا المنتدى بالإضافة أيضا إلى صناع المحتوى الرقمي وعلى السوشال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي نتحدث عن ورش عمل أخرى أيضا تقام غدا مثل قوة البودكاست وتصور المهور للبودكاست في الفترة القادمة بالإضافة إلى ورش عمل عن فن المقابلات وحيل وتقنيات المقابلات لخلق قصص مؤثرة وكيف يمكن للإعلامين والصحفيين في الجان الرياضي أن يقوموا بهذا العمل وبالتالي نتحدث عن منتدى إعلامي رياضي مهم للغاية يقام في هذا التوقيت والذي يدعو أيضا إلى عدم التعصب خاصة من قبل الإعلامين أو من قبل أستاذ الصحفين وأن تكون رسالتهم هي رسالة محايدة ونزيها تجاه تعزيز أدوات العمل الإعلامي الرياضي نعم الزميلة أحمد الحسيني مرسل تلفزيون المصري شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك